السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب الكرام طلاب الصف الثامن في درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا بعنوان السياحة في بلادي أرجو منك أن تشاهد الجزء الأول من شرح هذا الدرس قبل مشاهدة الجزء الثاني الذي بين يديك الآن في هذه المادة تعالوا بنا نبدأ درسنا لهذا اليوم أهداف هذه المادة تميز بعض الحقائق والآراء الواردة في النص الهدف الثاني توضيح بعض الصور الفنية التي وظفها الكاتب الهدف الثالث بيان أهم الخصائص الأسلوبية التي برزت في النص عزيزي الطالب قمت في الدرس السابق بقراءة نص السياحة في بلادي فاستخلصت الفكرة العامة التي تتمثل في السياحة في قطر بين الواقع والطموح وكذلك الأفكار الرئيسة والفرعية الواردة في النص وقبل ذلك عرجنا سوية على العلاقات بين الكلمات من تراضف وتضاد ومقابلة وفي هذا الدرس سنقف مع بعض الجمل الدالة على الحقيقة والرأي لنتناول بعدها بعض الصور الفنية التي وظفها الكاتب ثم سنتوقف مع أهم وأبرز الخصائص الأسلوبية التي وردت في النص فهيا بنا نزدد علما ومعرفة وتحليلا لسمات هذا النص السياحة في بلادي كما فعلنا في الجزء الأول من هذا الدرس أيضا نكررها مرة أخرى في الجزء الثاني أرجو منك الآن أن توقف المقطع الذي أمامك وأن تمنح نفسك خمس دقائق لقراءة النص مرة أخرى قراءة صامتة متأنية لتستذكر النص وتستذكر معلوماته وأهم أفكاره الآن قم بإيقاف المقطع وقرأ من كتابك الدرس قراءة صامتة متأنية الآن بعد أن انتهيت عزيز الطالب من قراءة النص قراءة صامتة متأنية أظنك قد استذكرت العديد من الأفكار والمعلومات التي وردت في ثنايا هذا النص هذا النص يتحدث عن السياحة في قطر وعن أهم المقومات السياحية في دولة قطر كما يتحدث عن كيفية تطوير السياحة كما ذكر دور قطر في تنشيط الجانب السياحي والآن تعال معي كي نفرق سوية بين الحقيقة والرأي وأظن أنك تعرف مسبقا أن الحقائق هي المفاهيم والأفكار المتفق عليها ولا مجال فيها للرأي الشخصي أو الاختلاف أو التصديق أو التكذيب الحقيقة شيء متفق عليه لا مجال فيه للرأي عزيز الطالب كما أقول لك أن النار محرقة مثلا كما أقول لك أن الله هو الإله الواحد الخالق الرازق هذه حقيقة لا ينبغي أن نختلف عليها كما أقول لك مثلا أن قطر دولة عربية خليجية هذه حقيقة لا مجال فيها الاختلاف والرأي أو التصديق أو التكذيب أما الرأي الشخصي فهو نتاج خبرات الشخص وتعليمه وتجاربه والبيئة التي نشأ فيها ولكن رغم ذلك قد نتفق معه وقد نختلف انظر للفرق بين الحقيقة والرأي عزيز الطالب الحقيقة أمر متفق عليه لا مجال فيه للرأي أما الرأي الشخصي هو نتاج خبرات وتجارب وبيئة نتفق أو نختلف مع صاحب هذا الرأي حينما أقول مثلا أن حديقة أسبير هي أفضل حديقة في العالم هذا رأي قد يختلف معي أحد قد يقول لا هناك بعض الحدائق أفضل منها وكذا فهذه أراء حينما أقول أن نادي كذا هو أفضل نادي على مستوى العالم في كرة القدم يختلف معي صديقي ويقول لا أرى أن النادي الآخر هو الأفضل عالميا من حيث الاحتراف وكرة القدم وغير ذلك هذه أراء ففرق بارك الله فيك بين الحقيقة والرأي ما رأيك أن نقرأ معا الجمل الآتية؟ تعالوا بنا نفرق بين الحقيقة والرأي في هذه الجمل التي وردت في النص الجملة الأولى صحراء مذهلة تبهر كل زائر هذه حقيقة أم رأي؟ هذا رأي قد يتفق معه البعض وقد يختلف جميل الجملة الثانية دولة قطر تقوم بدور بارز في تطوير البنى التحتية هل هذا أمر فيه خلاف أم يخضع الأراء الشخصية؟ هذه حقيقة واقعة وموجودة بالفعل الجملة الثالثة التسويق للسياحة في قطر لا يسير على الوجه المطلوب هذا رأي أم حقيقة؟ ما شاء الله إجابات رائعة رأي قد يتفق معه البعض وقد يختلف كذلك هذه الجملة التقاء الصحراء بالبحر في سيلين هو هبة طبيعية ما رأيكم؟ هذه الجملة تشكل حقيقة أم رأيا؟ رائع حقيقة نعم لا يختلف عليها اثنان الجملة هذه وجود أماكن ترفيهية كسوق واقف والحي الثقافي كتارة ومؤسسة أسبير هل هذه أماكن ترفيهية موجودة بالفعل في قطر؟ هل هذه حقائق أم أراء؟ نعم حقائق بارك الله فيكم أحسن الله إليكم حقيقة الجملة الأخيرة مستقبل السياحة في قطر يبشر بكل خير هذه حقيقة أم رأي؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم نعم رأي قد يتفق معه البعض وقد يختلف إذن فرقنا أحبتي بين الحقيقة والرأي هل لاحظت عزيزي الطالب توظيف الكاتب لللغة المجازية في ثنية النص الذي يعد غنيا بالصور الفنية؟ لا سيما الاستعارات؟ والاستعارة كما تعلم تشبيه حذيف أحد طرفي أعطي أمثلة عليها الآن قم بإيقاف هذا المقطع عدل النصي واستخرج منه استعارات حتى تثبت المعلومة في ذهنه أحسنتم طلابي الكرام من ذلك قول الكاتب صحراء مذهلة تبهر كل زائر وقوله أيضا ناطحات تتسابق نحو السحاب وقوله لم تنس تلك المدن عراقتها وأصالتها والآن أجب عن السؤال الآتي تفاصيلها مدن تعانق مياها البحر في عشق أبدي ما نوع الصورة الفنية في العبارة السابقة وما أثرها في المعنى؟ نوع الصورة الفنية أحسنتم وأبدعتم بارك الله فيكم استعارة قلت لك أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفي فهنا شبه المدن بأنها شخص يعانق في هذه الجملة وجد المشبه وهو المدن وحذف المشبه به لهذا نقول استعارة أثرها في المعنى توضيح وتأكيد الترابط بين الأرض والبحر عبر التاريخ لا شك أنك عزيز الطالب لاحظت أن الكاتب وظف في النص عددا من الخصائص الأسلوبية بهدف التأثير في المتلقي فما رأيك أن نقوم سوية بالتدليل عليها ثم نوضح دورها في المعنى؟ هيا بنا ندلل على هذه السمات الأسلوبية السمة الأولى توظيف التعبيرات الموحية عزيز الطالب يمكنك الآن أن توقف المقطع الذي بين يديك وأن تقرأ السؤال جيدا ثم تعود إلى النص لتدلل على كل سمة من خلال النص وتأتي عليها بدليل أو بدليلين إن أردت ذلك حتى إذا جئنا وناقشنا الإجابات كنت جاهزا ومستعدا كعادتك عزيزي الطالب ستجد أن الكاتب ذكر عديد منها مثل فنادق ومجمعات تجارية بنكهة قطرية دورها في المعنى التأثير في المتلقي انظر إلى جمال التعبيري وانظر إلى إشارته إلى جمال النكهة القطرية وطبيعتها الخاصة السمة الثانية توظيف أدوات ربط تعبر عن علاقة سببية مثل لأنه بالرغم من فضلا عنه أيضا ستجد منها الكثير بالرغم من أن دولة قطر تقوم إلا أننا لأن السياحة كل هذه أدوات ربط تعبر عن علاقة سببية ما دورها في المعنى؟ سيادة تماسك الفقرات والجمل السمة الثالثة المطلوبة استخدام كلمات تعبر عن أسلوب التقابل قلت لك سابقا في الجزء الأول من شرح هذا الدرس أن المقابلة كلمتان أو أكثر ضد كلمتين أو أكثر هذا هو التقابل أو المقابلة فلو بحثنا في النص سنجد أن الكاتب وظف هذه الجملة تمزج بشكل عجيب بين ماضيها التليد وحاضرها المتجدد المشرق وقد علجنا هذه الجملة سابقا في الجزء الأول من شرح هذا الدرس بين ماضيها التليد وحاضرها المتجدد ماضيها التليد وحاضرها المتجدد بينهما تقابل هذه جملة استخدم فيها الكاتب كلمات تعبر عن أسلوب التقابل ما دور هذه السمة؟ توضيح المعنى السمة الرابعة توظيف الحجج المنطقية ضعف التسويق الخارجي للسياحة الشتوية بالرغم من توافر كل عوامل الجذب ما دور هذه السمة في المعنى؟ محاولة إقناع القارئ السمة الأخيرة توظيف أسلوب التوكيد الدليل من النص فإن مستقبل السياحة في قطر يبشر بكل خير إن أداة من أدوات التوكيد ما دور هذه السمة في المعنى؟ توكيد المعنى اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات الآتية الجملة التي تحوي حقيقة من بين الجمل الآتية هي اقرأ الجمل بتأنن وهدوء حتى تستطيع أن تجيب بشكل صحيح أحسنتم بارك الله فيكم هذه الجملة هي التي تمثل الحقيقة من بين الجمل التي تظهر أمامنا في الخيارات سؤال الثاني أي الجمل الآتية تحوي استعارة؟ اقرأ أيضا الخيارات بشكل صحيح لتتمكن من الإجابة أحسنتم بارك الله فيكم مستقبل السياحة في قطر يبشر بكل خير مستقبل يبشر هذه استعارة حدد السمة المتوافرة في قول الكاتب تتميز قطر بتنوع ثقافي هائل يمنح الزائر تجربة فريدة ما السمة المتوافرة في هذه الجملة؟ أحسنتم وأبدعتم استخدام الفاعل المضارع في نهاية هذه المادة أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته